بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا أيها الإخوة المجلس الخامس والثمانون من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان التي نظمها مؤلفها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه وكان آخر ما توقفنا عنده هو قوله في الفصل الثاني الذي عنونه بقوله في من يصادق ويصاف وبالضبط عند قوله يحفظ ما في عيبتك يصون ما في غيبتك ذكرنا بعض المعاني المتعلقة بهذا البيت ثم سردنا ما جاء في هذا المعنى العزيز وفي هذا الخلق الرفيع مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقنا على ذلك والآن نذكر ذم الاشتغال بعيوب الناس على أنس للسلف والعلماء رحمة الله عليهم سلفنا الصالح في هذا الباب من أزهد الناس وكان اشتغالهم بعيوب أنفسهم اشتغالا عجيبا حتى لو أن الواحد منهم رأى من أخيه عيبا خاف أن يحدث به خوفا شديدا لأن منطلقهم في ذلك معنا ذكره غير واحد من الحكمة وهو تدان كما تدين كما قال أبو العتاهية رحمه الله تدان يوما ما كما تدين ويحك يا مسكين يا مسكين فمن تكلم في عرض أخيه سيتكلم في عرضه لا محالة وإن شئ تقول إن هذا من سنن الله عز وجل في خلقه والاشتغال بعيوب الناس داء وخيم جدا حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء ذكر هذا الأثر ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت وآداب اللسان ومعنى هذا أن ذكر الله عز وجل وعلى رأس ذلك كلمة التوحيد ثم يتلوها قراءة القرآن فإن هذا شفاء شفاء للأرواح وشفاء للأجسام قال وإياكم وذكر الناس فإنه داء فمن أعظم ما يمرض الإنسان روحيا ونفسيا اشتغاله بعيوب أخيه فإن هذا يورث فيه طبعا لا يطاق ويؤثر في معدنه حتى يصير من أسوأ الناس طباعا وأيضا روية عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه أنه قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفراغهم لذكر خطايا الناس وهذا كلام عزيز لو تأملناه فاشتغالك بخطايا الناس يزيد في خطاياك قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفراغهم لذكر خطايا الناس أي من همه الوحيد هو اشتغاله بخطايا الناس وهذا مشاهد في واقعنا فكثير من المنسوبين إلى الاستقامة وإلى الديانة تجد لا هم له إلا ذكر خطايا الناس ولربما كان شغله الشاغل بخطايا خاصة الناس من العلماء وطلاب العلم والدعاة فهذا هو أكثر الناس خطايا لأنهم سيكونون خصومه يوم القيامة فيأخذون حسناته ويعطونه سيئاتهم أيضا كان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقول كفى بالمرء إثما أن يكون صالحا ثم يجلس المجالس ويقع في عرض الصالحين فهذا ظهور الإثم فيه وعظمه من أوجه كثيرة أهمها أن الأصل في الصالح أن لا يخوض في خطايا الناس وعرض الصالحين هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المغرر بهم ممن يجلسون له إن هو تكلم في أعراض الناس ظنوا أن ذلك مسواغ شرعا ولربما ظنوه ديانة فيتربون على هذا الخلق الذميم ويكبرون عليه على أنه دين وإلى الله المشتكى فهذا الذي وقع في آونتنا الأخيرة حيث يرى التلميذ من شيخه طعنا في الناس وينظر إلى ذلك بعين الكمال حتى يظنه من الدين فيسعى هو كذلك في الطعن وفي نشر الطعن وهذا يعود عليه بالوبال في الدنيا والآخرة والله المستعى وقال أبو عاصم النبيل رحمة الله عليه لا يذكر الناس فيما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم فمن أبرز صفات الحثالة ومن أبرز صفات السفلة من الناس أنهم يذكرون الشخص بما يكره فهذه صفة ذميمة وعلامة على ضعف العقل وخفته وسوء الطبع وعلى هشاشة المعدن الذي بين جنبيه وقد قال بكر بن عبد الله رحمة الله عليه إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيوبه فاعلموا أنه قد مكر به فهذا من الاستدراج الذي يحصل للفاسقين ويحصل للعاصين وهو أنهم يشتغلون ويضيعون أوقاتهم في عيوب الناس ناسين بذلك عيوبهم لهذا قال فاعلموا أنه قد مكر به قد مكر به أي أنه ما أريد به خيرا وأنه بذلك لا يشعر بالموعظة ولا يتعظ ولا يرجع إلى الحق لأنه كما قلت آنفا يظن نفسه أنه على دين والله المستعان وأيضا مما جاء في كلام العلماء قول إبراهيم النخعي رحمة الله عليه إذ يقول إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله وهذا قمة الفقه وقمة الزهد والورع وهو أن يبعد الإنسان النظر حيث أنه إذا رأى في الناس شيئا يكرهه فإنه لا يتسرع في ذكره ولا يتسرع في التشهير به وذلك مخافة أن يبتلى به لسيما وقد قيل البلاء موكول بالمنطق فهذا عادة فالإنسان إذا ذكر عيوب الناس فإنه قد تمر عليه الأزم ويدور عليه الحال فيصير مثلهم ولربما صار أسوأ منهم نقتصر على هذا ولعلنا نكمل هذا الجزء وهو كلام العلماء والسلف في ذكر هذه الصفة التي هي ستر العيب وصون الغيب وتخصيصنا لكلام العلماء في هذا الباب نفيس وعظيم جدا لأنهم عادة يرون ما لا نرى وعادة هم من يطبق ما جاء على وجهه ففعل سلفنا الصالح هو الفهم الصحيح للآثار الواردة في دين الله عز وجل من كتاب وسنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد